هذه الكثبان قد تبدو للبعض عادية لكنها في الواقع من أقدم المواقع الأثرية في العالم إنها منطقة عيل حنش ببلدية القلتة الزرقاء بدائرة العلم بولاية الصيف هنا مهد الإنسانية وبهذا المكان عثر على أقدم بقايا حجرية وحيوانية عمرها 2.4 مليون سنة 2.4 مليون سنة رنا في حدود بداية زمن جيولوجيا الرابع في بادي الأمر كنا نقول أن إفريقيا الشرقية هي مهد الإنسانية مهد الحضارات لماذا؟ لأنه تم العثور في إفريقيا الشرقية في مواقع مثل موقع غونا بإثيوبيا تم العثور على مجموعة من الأدوات الحجرية أريخت ب2.6 مليون سنة لكن مع الآونة الأخيرة مع اكتشافات الباحث البروفيسور محمد سحنوني وفريقه العلمي تم اكتشاف أو تم الوصول إلى أن موقع عين بوشريت ينافس إفريقيا الشرقية القطع الحيوانية تعد من بين أهم الاكتشافات بموقع عين بوشريت من بينها عظام فيل عملاق عاش بالمنطقة وهي قطع نادرة لها أهمية عالمية اكتشاف في 2019 وكذلك تم الكشف عنه من طرف الباحثين الجزائريين وهو كذلك يعود إلى فصيل تلفية لها جزء ناب منه ره موجود عندنا هنا تم ترميمه في 2019 بالتنسيق مع الباحثين في المركز وجزء كذلك من فقرات وكتف لوحة الكتف للفيل الأول وبالتالي فالمتحف العموم الوطني يعني عنده جزء من هذه الاكتشافات المهمة الأبحاث لا زالت متواصلة وموقع عين حنش قد يكشف عن أشياء جديدة تهم العالم بكامله ما زال في هذه المنطقة يتظهر عمل كبير جدا هو مجموعة من الحفريات التي نتمنى أنها تكون تعطيلنا معلومات أكثر حول أقدمية هذه المنطقة موقع عين حنش بالقلت الزرقاء بدائرة العلمة وهو من المواقع الأقرب لبدايات الحياة فوق الأرض ترجمة نانسي قنقر